التفاصيل مباشرة معنا فيها رامي جابر مراسل القاهرة الإخبارية في هذه اللحظات في واشنطن بعد التحية لك رامي مجلس الأمن يعقد جلسة منذ قليل تناولت تداعيات اغتيال اسماعيل هانية ترى تفاصيل هذه الجلسة وأبرز المتحدثون فيها إلى الآن لأن الجلسة ما زالت مستمرة مرحبا حساني بالفعل الجلسة لا تزال مستمرة ولا تشهد عددا من كلمات المندوبين في مجلس الأمن سواء المندوبين للدول دائمة العضوية أو المندوبين للدول مؤقتة العضوية في مجلس الأمن يعني الجلسة أيضا شهدت في قسمها السابق الذي أدعناه على شاشة القاهرة الإخبارية عددا من الكلمات المهمة والتصريحات المهمة لمندوبين الدول الحاضرين للجلسة بداية يعني نبدأ من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والتي أكدت أن الهجمات المتفرقة الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط تعد تصعيدا خطيرا وهذا أمر في الحقيقة اتفق عليه كل الحاضرين في هذه الجلسة تقريبا وكل مندوبين الدول أيضا وكيلة أمين العام أمم المتحدة قالت أنه من الواضح أن مسألة ضبط النفس والمطالبة بضبط النفس حتى الآن تبدو غير كافية يعني يبدو أنها تطالب بما هو أكثر من ذلك يعني ضغوط دولية أو ضغوط من المنظمة الدولية لإيقاف ما يحدث مندوب الصين ربما يعني كان له كلمة مهمة أيضا والذي ندد في بداية كلمته بشدة باغتيال القياد في حركة حماس إسماعيل هنية وقال إن هناك قلق لديهم من تصاعد الوضع في المنطقة مشيرا إلى أن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة والتي كان يعول عليها كثيرا لتهدئة المنطقة لم تحرز أي تقدم حتى الآن مندوب الجزائر أيضا تحدث وقال إن إسرائيل تبنت سياسة الاغتيالات والأرض المحروقة وأن ما تفعله إسرائيل في المنطقة ليس دفاعا عن النفس بل هو اعتداءات وتخريب وحتى تخريب للجهود التي تبذلها دول أخرى من أجل وقف إطلاق النار أيضا قال إن وقف إطلاق النار في غزة والكلام لمندوب الجزائر هو مفتاح الاستقرار في الشرق الأوسط مؤكدا أيضا ومدينا اغتيال إسماعيل هنية باعتباره عملا جبانا واستفزازيا المندوب الأمريكي طبع كان تقريبا يغرد خارج السربي يعني باستثناء أنه أيضا حذر من التصعيد في المنطقة إلا أنه تناول التصعيد من وجهة النظر الأمريكية مشيرا إلى هجمات حزب الله التي تسببت في هروب الآلاف من الإسرائيليين من منازلهم مشيرا إلى هجمات الحوثيين وخطر هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر وتحدث أيضا عن أنه من الأفضل ألا نتحدث عن آثار مقتل هنية وأن الوقت سابق لأوانه الآن وأن الحرب الوسعة التي يتحدث عنها الجميع في المنطقة ليست وشيكة وليست حتمية وأن الولايات المتحدة مستمرة في العمل مع مصر وقطر وشركاء آخرين على الهدنة في غزة نعم يعني إيرامي لو تحدثنا حول ردة الفعل الإيرانية جاء ما حدث لإسماعيل هنية في الاغتيال الذي تم في طهران المرشد الأعلى الإيران يدعو إلى استهداف إسرائيل أو يعني الاستهداف أو الردع بدعواتي لابد أن يكون في قلب إسرائيل فكيف تبدو ردة الفعل لأن هذه التقارير جاءت من الصحفة أمريكية ردة الفعل حول هذا الأمر نعم في الحقيقة نيويورك تايمز أوردت مقالا مهما عن رد الفعل الإيراني المتوقع إذا اغتيال إسماعيل هنية وأن هذا الرد سيكون يعني محددا تجاه إسرائيل وأن إيران قد تنفذ ضربات على إسرائيل تتحرى أولا ألا يكون هناك رد إسرائيلي مضاد بعد ذلك وألا يكون هناك انخراط أمريكي من الولايات المتحدة يعني نتحدث عن تقريبا أو ما تتوقعه نيويورك تايمز من إيران أن يكون ردا منضبطا حتى لا يستفز إسرائيل لمعاودة الرد مرة أخرى ولا يستفز الولايات المتحدة للدخول على خط المواجهة مع إيران وهذا أمر لا تريده إيران ولا تريده الولايات المتحدة أيضا نيويورك تايمز تحدثت عن أنه نظرا لأهمية المستهدف والمقصود هنا إسماعيل هنية وأهمية موقع الاستهداف وهو إيران بالتأكيد فإن هناك مخاوف من ردود فعل متعددة من جانب إيران ووكلائها مثل حزب الله في لبنان بعض الجماعات العراقية الموالغ إيران والحوثيين في اليمن أي أن الرد قد يكون ردا متعددا من أكثر من طرف وليس ردا من إيران فحسب أيضا نيويورك تايمز أشارت في نهاية مقالها لأن الرئيس الإيراني الجديد يواجه أزمة تسريبات أمنية تضع حتى المسؤولين الإيرانيين الذين كانوا مقربين من هنية في دائرة الخطر أيضا هذه معطيات جديدة ومتلاحقة رامي عندما تتحدث هذه الصحف الأمريكية الكبرى وهي طبعا صحف لها مصداقية على المستوى الإدارة السياسية الأمريكية يعني ردة الفعلة قد تكون طبعا كما قلنا من حلفاء إيران أو من إيران في داخل قلب إسرائيل هل التقارير تتحدث عن أن إسرائيل تريد أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة مباشرة طبق هذه المعطيات مع إيران هذا أمر في الحقيقة يعني لم تتطرق له الصحف الأمريكية حتى الآن وإن كان باديا إلى حد كبير للعيان ولكن الولايات المتحدة حريصة جدا على أن تنبى هذا الأمر الولايات المتحدة دائما ومن التجارب السابقة نجدها تكتفي بالدفاع ولا تلجأ إلى الهجوم إلا فيما ندر وعادة ما يكون حتى الهجوم بغرض الدفاع مثل الهجمات التي وقعت بالأمس على بعض مواقع الحشد الشعبي وتبنتها الولايات المتحدة الأمريكية كانت بأغراض دفاعية بغرض أن تمنع هذه الجماعات من شن هجمات على المصالح الأمريكية في العراق أو شن هجمات ضد إسرائيل في أعقاب الهجمة التي شنتها إسرائيل على الضحية الجنوبية في بيروت واستهداف القيادي في حزب الله فؤاد شكر لذلك الولايات المتحدة تعهدت بالفعل بالدفاع عن إسرائيل في حال تعرضها لأي هجوم من إيران أو وكلائها ولكن الولايات المتحدة لن تلجأ إلى الهجوم لا على إيران ولا على وكلاء إيران في المنطقة لكنه قد يكون رامي سيناريو في ذهن نتنياهو بأنه يحاول فيما يبدو أن يجر الولايات المتحدة الأمريكية في حربه ضد إيران فليفكر نتنياهو كما يشاء ويتخيل ما يتخيله ولكن في النهاية القرار الأمريكي قرار حذر جدا لا أتحدث هنا حتى عن قرارات التحركات العسكرية ولكن حتى ردود الفعل الأمريكية تجدها دائما شديدة الحذر يعني منذ الأمس بعد عملية اغتيال فؤاد شكر القيادي في حزب الله من قبل إسرائيل وجدنا أن الولايات المتحدة رفضت التعليق الفودي ثم بعد ذلك علقت تعليقا يعني لا يبدو منحازا إلى أي طرف تتحدث فيه فقط عن دعم إسرائيل وحماية إسرائيل وما إلى ذلك ولا تبدو أنها شجعت حتى هذه الضربة من خلال التصريحات القليلة جدا والتي صدرت فقط عن مجلس الأمن القومي الأمريكي حتى نفس الشيء حصل مع اغتيال هنية ورفض البيت الأمود التعليق في بدء الأمن رامي جبر في واشنطن وتفاصيل واضحة أشكرك عليها كنت معرفيها مباشرة